نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع افتتاح تفسير سورة الصافات وهي السورة التي تلي سورة ياسين في ترتيب المصحف الكريم وبين يدي هذه السورة أذكر خمسة مقدمات المقدمة الأولى في اسمها فاسمها سورة الصافات لأن الله جل جلاله أقسم في بدايتها بالصافات ولا يعرف لها في المصاحف ولا كتب التفسير اسم سوى هذا الاسم ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويأمنا بالصافات كان يأمر أن يأمر الأئمة بالتخفيف ويأمنا إذا صلى بنا عليه الصلاة والسلام يصلي بالصافات وللعلماء رحمهم الله ثلاثة تأويلات في هذا الحديث الشريف التأويل الأول بأن التخفيف المقصود هو بقدر سورة الصافات فيأمرنا بالتخفيف أو يأمر بالتخفيف أي بقدر قراءة سورة الصافات ويدل على ذلك الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بالستين إلى المئة وأنه صلى بأصحابه صلاة المغرب بالأطور وأنه صلى بهم بالأعراف ونحو ذلك من الأحاديث التأويل الثاني كان صلى الله عليه وسلم يأمر سائر الأئمة بالتخفيف أما صلاته بالصافات فذاك أمر خاص به فما ينبغي محاكاته في ذلك ثم التأويل الثالث بأن ذلك راجع إلى معرفته بأحوال من يصلي خلفه فمن كان يرى في من خلفه جلدا وقوة فلا بأس بأن يصلي بنحو سورة الصافات أما إذا كان فيهم الشيخ الكبير والشخص الضعيف والكبير وذا الحاجة فما ينبغي أن يطيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الإمام بأن يقتدي بأضعف من يصلي خلفه نرجع إلى موضوعنا بأن هذه السورة اسمها سورة الصافات ثم المقدمة الثانية هذه السورة مكية بالإجماع وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي والفيروز بادي وابو عبد الله القرطوي والمقدمة الثالثة في عدد آيها وكلماتها وحروفها أما آيها فاثنتان وثمانون ومئة وأما كلماتها فاثنتان وستون وثمانمئة وأما حروفها فثلاثة آلاف وثمانمئة وستة وعشرين حرفا هذه السورة المباركة فيها مئة واثنتان وثمانون آية وفيها من الكلمات ثمانمئة وستون وعشرون آية وفيها من الحروف ثلاثة آلاف وثمانمئة وستون وعشرون حرفا المقدمة الرابعة ما هي أوجه الشبه بينها وبين سورة ياسين الوجه الأول بأن في هذه السورة المباركة تفصيلا لأحوال القرون المشاري إلى إهلاكها في سورة ياسين في قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون نرى في هذه السورة مصير قوم نوح في قوله تعالى ثم أغرقنا الآخرين ومصير قوم إبراهيم عليه السلام في قوله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ثم يبين ربنا جل جلاله ما كان من حال إلياسين مع قومه وما كان من حال لوطن مع قومه وذنون وهكذا ثم الوجه الثاني فيها تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة ما يشبه الإيضاح لما في سورة ياسين هذه السورة المباركة يبين ربنا جل جلاله ما آل أصحاب النار وتخاصمهم فيما بينهم كما سيأتي معنا في قوله جل جلاله إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون إلى أن يقول عن أصحاب الجنة أولئك لهم رزق معلوم فواكي وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين إلى آخر الآيات والوجه الثالث أن في سورة الصافات ذكر شيء مما يتعلق بالكواكب لم يذكر فيما تقدم فإن ربنا جل جلاله ذكر في سورة ياسين بأن الشمس تجري لمستقر لها وأن القمر قد قدره الله عز وجل منازل حتى عاد كالعرجون القديم وأن الشمس لا ينبغي لها إدراك القمر والليل لا يسبق النهار جاء في هذه السورة ببيان أحوال هذه الكواكب ثم الوجه الرابع بأن في آخر سورة ياسين ذكر ربنا جل جلاله المعاد وقدرته على إحياء الموتى وأنه سبحانه منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان ها هنا في هذه السورة ذكر سبحانه وتعالى وحدانيته إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة إيجادا وإعداما إلا بكون المريد واحدا وهذا قد مر معنا في قول ربنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وفي قوله سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض أما المقدمة الخامسة أيها الإخوة والأخوات ففي بيان الموضوعات التي تناولتها هذه السورة الموضوع الأول القسم بتلك الطوائف من الملائكة على وحدانية الله جل جلاله سورة مفتتحة بالقسم بالصافات والزاجرات والتاليات على أن الله جل جلاله واحد ثم ثانيا ذكرت أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى وسيأتي معنا بيانها وثالثا ذكر حال الشياطين مع استراق السمع ورجمهم بالشهب ورابعا في السورة حكاية بعض شبهات المشركين المنكرين للبعث مع الرد عليها ثم ذكر بعض مشاهد القيامة ووصف حال المشركين يوم الجزاء وما أعد لهم في دركات الجحيم وما يجري بينهم من مخاصمة ووصف أحوال المؤمنين بحسنهم ونعيمهم والمحاورات التي تدور بين أهل الجنة وأهل النار بأن الواحد من أهل الجنة يقول للواحد من أهل النار تالله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أيضا من مقاصد السورة وموضوعاتها ذكر جوانب من قصص الأنبياء كقصة نوح وإبراهيم خاصة قصته مع ولده إسماعيل وقصة موسى وهارون وإلياس ولوت ويونس صلوات الله وسلام عليهم أجمعين أيضا من الموضوعات بيان فساد عقيدة المشركين وقولهم الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وكذلك أنهم جعلوا بينه وبين الجنة نسبا وقد يأتي معنا الجواب عن الشبهة بأن الله قال والصافات والزاجرات والتاليات وأن هذا تأنيث وسيجاب على ذلك أيضا من الموضوعات بيان درجات الملائكة في مقام العبادة ووعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد ثم أخيرا تختم هذه السورة المباركة بتنزيه الله سبحانه وحمده جل جلاله والتسليم على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا علمت هذه المقدمات الخمسة إخوتي وأخواتي فنشرع إن شاء الله في بيان تفسير بعض آياتها يقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات الله جل جلاله يقول والصافات صفا الواو هي واو القسم والصافات الملائكة عليهم السلام الذين يصطفون عند ربهم جل جلاله فالله سبحانه يقسم بهذه المخلوقات والصافات صفا فالزاجرات زجرا الزاجرات هم الملائكة كذلك يسجرون أن يسوقون السحاب أو هم يسجرون عما نهى الله عنه عما لا يحبه الله ويرضاه فالتاليات ذكرى الملائكة عليهم السلام يتلون وحي الله عز وجل ويبلغونه إلى أنبيائه ورسله والصافات صفا الزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد الإله تقدى معنا الكلام مرارا في أنه على وزن فعال بمعنى مألوها أي معبود كما قال سبحانه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود في السماء معبود في الأرض وفي اللغة العربية كلمات يسيرة هي على وزن فعال لكن بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب ولباس بمعنى ملبوس أيضا إله بمعنى مألوه إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق المشارق جمع مشرق ويقصد بها مشارق الشمس فإن للشمس مشرقا في كل يوم من أيام السنة يختلف عن سابقه ولاحقه فلها ثلاثمائة وستون مشرقا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا النون نون العظمة إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب قرأها شعبا بزينة الكواكب بزينة الكواكب على أن زينة مصدر والكواكب منصوب على أنه مفعول به لفعل مقدر وإذا قلنا زينة مصدر فالمعنى إنا زيننا السماء الدنيا بزينة هي الكواكب ويكون نصبها بمفعول مقدر زينتها أو زينناها أو أن يكون النصب على أنها بدل اجتمال من السماء إنا زيننا السماء الدنيا الكواكب فالكواكب بدل اجتمال من السماء أو أن تكون منصوبة بفعل مقدر أعني الكواكب هذه هي قراءة شعبا وقرأ عاصم وحمزة بزينة الكواكب بزينة الكواكب على أنها الكواكب بدل من زينة وأما الباقون فقد قرأوا إنا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب على الإضافة على الإضافة فيكون هذا من باب البيان بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد الشيطان فعلان من شط إذا بعد لأنه بعيد عن رحمة الله ومنه تقول العرب بئر شطون إذا كان قعرها بعيدا مارد بمعنى عات متمرد على الله عز وجل وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون قرأها نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر وشعبة وابو جعفر ويعقوب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى بمعنى يستمعون لا يسمعون أيضا بمعنى يستمعون لكن أضغمت التين في السين لقرب مخرجيهما فالقراءتان بمعنى واحد لا يسمعون أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى والملأ الأعلى هم الملائكة عليهم السلام ووصف هذا الملأ بالأعلى لأنهم أهل السماء لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون أي يرمون من كل جانب دحورا أي إبعادا وطردا دحر فلان فلانا إذا أبعده وطرده ولذلك نسمع دائما دحرت القوات الكذا بمعنى أبعدت وطردت دحورا ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب أي دائم مستمر ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة خطف أي استرق واختلس بخفة وسرعة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب الشهاب هو الكوكب المضيء شهاب فأتبعه شهاب ثاقب أي خارق شديد الإضاءة يخترق بضوئه وناره إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هذا معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات وأما المعنى الإجمالي فهذه السورة إخوتي وأخواتي هي أول سور القرآن افتتاحا بالقسم وعندنا في القرآن خمس عشرة سورة افتتحت بالقسم وهي سور الصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحاء والتين والعاديات والعصر هذه خمس عشرة سورة افتتحت بالقسم والله جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم من خلقه فيقول جل جلاله والصافات صفا يقسم بهؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام ويبين أنهم يصطفون بين يديه جل جلاله وهذا المعنى مذكور في قول ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا وفي قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا وفي قوله سبحانه وما منا إلا له مقام معلوم وفي الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول فالأول يعني لا ينشئون صفا إلا بعد أن يتموا الصف الذي قبله وثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا بثلاث بإتمام الصفوف وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا فالله جل جلاله يقسم بهذه الملائكة المنظمة التي تصف بين يدي ربها جل جلاله والصافات صفا وقد مضى معنا الكلام مرارا في أن ربنا جل جلاله يقسم بما شاء وليس لنا أن نقسم إلا به جل جلاله أو بصفة من صفاته والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكو ما يريد لا يسأل عما يفعل فلذلك الذبح الإنساني محرم ممنوع ومع ذلك الله جل جلاله أمر إبراهيم عليه السلام كما في هذه السورة بأن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام السجود لغير الله حرام ومع ذلك الله جل جلاله أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء أما نحن معشر بني الإنسان فإننا متعبدون بأن لا نحلف إلا به جل جلاله والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا الله جل جلاله يبين مهمة أخرى من مهام الملائكة عليه السلام وهو أنهم يسوقون هذه السحب إلى حيث يشاء الله جل جلاله كما قال سبحانه ألم ترى أن الله يسجي سحابا يسجي بمعنى يرسل يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فهذا السوق يكون بواسطة الملائكة عليه السلام هؤلاء الذين وكلوا بهذه المهمة قال سبحانه فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا هؤلاء الملائكة عليه السلام سفراء بين الله جل جلاله وبين رسله وأنبيائه فهم يتلون الذكرا الذي يحييه الله عز وجل إليهم إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام فالتاليات ذكرا ثم المقسم عليه شأن عظيم إن إلهكم لواحد الله جل جلاله يقسم بهذه المخلوقات على وحدانيته وحدانيته سبحانه وتعالى هي قضية القرآن الأولى ولذلك نقرأ في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن ونقرأ فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونقرأ في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونقرأ في سورة النحل إلهكم إله واحد إلى غير ذلك من المواضع في القرآن التي تلح على هذه القضية إن إلهكم لواحد نلاحظ في هذه الجملة أربع مؤكدات إن المفيدة للتأكيد ثم اسمية الجملة ثم اللام التي اقترنت بالخبر إن إلهكم لواحد ثم ذكر وحدانيته سبحانه وتعالى في الخبر إن إلهكم لواحد ثم يذكر الدليل على ذلك فيقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق الله جل جلاله يستدل بربوبيته على ألوهيته إذا كان هو سبحانه رب السماوات والأرض أي القائم بهما والمدبر لشؤونهما كما قال جل من قائل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقال سبحانه ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله جل جلاله يستدل بذلك على وحدانيته رب السماوات والأرض وما بينهما فهو رب كل شيء ومليكه ورب المشارق قرآن الكريم أحيانا يذكر المشرق وحده وأحيانا يثنيه وأحيانا يجمعه فمن جمعه في سورة المعارف لا أقسم برب المشارق والمغارب في هذه السورة ونقرأ في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين تثنية ونقرأ في سورة المزمن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أما الإفراد فباعتبار الجنس مشرق الشمس ومشرق القمر وأما التثنية فباعتبار الكوكبين مشرقين أي مشرق الشمس ومشرق القمر ومغربين مغرب الشمس ومغرب القمر وأما الجمع فلا أقسم برب المشارق والمغارب على اعتبار المنازل والقمر قدرناه منازل كما أن للقمر منازل فكذلك للشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ومن علم هذه المنازل من أحاط بهذا العلم فإنه يستطيع أن يحدد في كل يوم متى يكون مشرق الشمس متى يكون مغربها ويحددون كذلك وقتا ولادة القمر ومتى يكتمل بدرا ومتى يكون في المحاق ومتى يغرب هذا القمر ويغيب رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَبَيَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أن هذه الكواكب جُعلت لأغراض ثلاثة زينة للسماء ورجوما للشياطين والغرض الثالث بأنها علامات للسائرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون وقال جل من قائل وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لَالشَّيَاطِينَ هذه النجوم هذه الزينة لهذه الأغراض الثلاثة من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم من جعل هذه النجوم دلالات على ما سيقع في مستقبل الأيام فهذا منجم منجم وهو كاذب فيما ادعاه لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله جل جلاله فربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بياذي النعمة إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا أي وَقَالَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَاهَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيَّنَا أَنَّ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَفَقَانُ الطَّيْرِ مَسِيرَةً خَمْسِمِئَةٍ سَنَةٍ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد هذه السماوات الله جل جلاله زينها بهذه الكواكب من أجل أن تحفظ هذه السماوات من كل شيطان مارد فإن هؤلاء الشياطين يحاولون استراق السمع كما في سورة الجن حين أسلموا قالوا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا تتابعت هذه الشهب بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك الشياطين لإبليس فقال إن هذا لأمر قد حدث فاطلبوه فضربوا مشارق الأرض ومغاربها حتى أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة يصلي بأصحابه صلاة الصبح فقال بعضهم لبعض من عجل هذا منعتم وهي القصة المذكورة في قول ربنا وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا وفي قوله جل جلال وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَا وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ وحفظا من كل شيطان مارد فهؤلاء الشياطين منهم درجات فهناك الساكن وهناك الجني وهناك العفريت وهناك المارد وحفظا من كل شيطان مارد أي عات متمرد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى هؤلاء الشياطين يريدون أن يسترقوا ما يتكلم به الملأ الأعلى في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الله تبارك اسمه إذا قضى أمرا في السماء فإن حملة العرش يسبحون فإن حملة العرش يسبحون فالشياطين حاولون استراق السمع إن الله تعالى إذا قضى أمرا في السماء سبحت الملائكة حملة العرش فيلقونه إلى أهل السماء التي تليهم فيقولون ماذا قال ربكم فيخبرونهم وهكذا أهل كل سماء يلقونه حتى إذا بلغوا إلى أهل السماء الدنيا فإن هؤلاء الشياطين يسترقون السماء فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان قبل أن تدركهم الشهب فيخلط الكاهن معها مئة كذبة مئة كذبة هذا ثابت من حديث أم عائشة من حديث ابن عباس رضوان الله عليهم ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أو أخبرني رجل من الأنصار أنه كانوا ليلة جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بهذا فقالوا الله ورسوله وأعلم كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم فقال لهم عليه الصلاة والسلام فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربكم تبارك اسمه إذا تكلم أو إذا قضى أمرا فإن حملة العرش يسبحون فيقول لهم أهل السماء التي تليهم ماذا قال ربنا فيخبرونهم إلى آخر ما ذكرته قبل قليل وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون إلى الملأ العلى الله جل جلاله قال إنهم عن السمع لمعزونون لا يسمعون إلى الملأ العلى ويقذفون أي بالشهب من كل جانب بحورا طردا وإبعادا لهم ولهم عذاب واصب أي دائم مستمر والسؤال قد طرحه الفلاسفة من قديم فقالوا إذا كان الجان مخلوقا من نار فكيف يرمى بشهاب من نار كون الجان قد خلقوا من نار هذا منص القرآن قال الله عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وكونه يرمى بالشهاب فيحرقه هذا أيضا ثابت بالقرآن هذه الآيات فوجه الاعتراض هذا الذي طرحوه يجاب عنه من ثلاثة أوجه الوجه الأول بأن نسبة الجان إلى النار كنسبة الإنسان إلى الطين والتراب والفخار فأنا وأنت مخلوقون من طين من تراب من فخار على اختلاف الأطوار ولكن حقيقتنا الآن ليست ترابا ولا طينا ولا فخارا وإنما نحن لحم ودم وعظام فالنسبة باعتبار الأصل باعتبار الأصل ونحن نتأذى بالتراب وبالطين وبالفخار الآن لو جاء بقطعة من فخار وضرب بها رأسي أو رأسك فإن الإنسان يتأذى لو أنه دفن في التراب فإنه حيا يتأذى ولو أنه ألقي في الطين يتأذى فخلقة الجان من النار لا تنفي تأذيهم وتعذيبهم بالنار ثم الوجه الثاني بأن تلك النار التي خلقوا منها نار ضعيفة نار ضعيفة فتسلط عليهم نار هي أقوى منها وأشد فيعذبون بها ثم الوجه الثالث بأن الذي خلقهم من نار قادر على أن يعذبهم بالنار مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصماء وقالوا يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم وقال عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم إخوتي وأخواتي هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد في قول ربنا جل جلاله والصافات صفا بيان عظيم شأن الملائكة عليهم السلام حيث أقسم الله بهم ولا يقسم إلا بعظيم ونستفيد أن من أخلاق الملائكة عليهم السلام النظام في وقوفهم بين يدي الله عز وجل فإنهم يتمون الصف الأول فالأول وفي قوله سبحانه فالزاجرات زجرا أن من أعمال الملائكة سوق السحابة وزجر العباد عما نهى الله عنه فالتاليات ذكرى نستفيد أن من أعمالهم تلاوة وحي الله عز وجل وإيصاله إلى الأنبياء والمرسلين أيضا من الفوائد أن الله سبحانه يقسم ما شاء من خلقه لأنه سبحانه وتعالى المالك فهو يأمر بما شاء قد مضى معنا قبل قليل بأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم مع أن السجود لغير الله شرك وأمر إبراهيم بالذبح ولديه وذبح الإبن من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله وكذلك الحلف بغير الله شرك لكن الله جل جلاله يحلف بما شاء من خلقه إن إلهكم لواحد نستفيد أحدانية الله عز وجل فلا إله غيره ولا رب سواه ونستفيد التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لأن قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق كالدليل لقوله تعالى إن إلهكم لواحد وقوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق نستفيد أن الله جل جلاله رب كل شيء ومليكه وأن السماوات والأرض خلقهما عظيم لأنه سبحانه أضاف الربوبية إليها في مقام إقامة الحجة هذا يدل على عظمها وأنها لعظمها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية هذا دليل تكرر معنا مرارا ابتداء من قوله سبحانه في سورة البقرة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وقوله سبحانه ورب المشارق نستفيد أن للشمس مشرقا في كل يوم يختلف عن سابقه ولاحقه وقوله جل جلاله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب نستفيد عناية الله بخلقه حيث زينا السقف الذي فوق رؤوسهم ما جعله مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لأن في ذلك إحاشا لهم ولكنه سبحانه اعتنى بهذا فزيناه لهم وحفظا من كل شيطان مارد نستفيد أن السماء محفوظة بحفظ الله من الشياطين جميعا وأنه سبحانه جعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة فهي زينة للظاهر والباطن إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أن بعض الشياطين يحاول استراق السمع فيدركه الشهاب لا يستمعون إلى الملأ الأعلى وصف ملأ الملائكة بأنه أعلى إثبات فضيلة للملائكة لعلو مكانهم ومكانتهم فلهم العلو الحسي والعلو المعنوي قال جل من قائل إلا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب بأن الشياطين ليسوا سواء بل هم في الشر درجات وفي وصف ذلك الشيطان بأنه مارد إشارة إلى أن ما يصيب إخوانه من الضرر بالشهب لا يمنعه من تجديد محاولة الاستراق لأن طبعه شيطاني فيداوم على السجايا الخبيثة ولا ينزجر أبدا شأنه شأن الفرش النار تصيب أطراف أجنحته ومع ذلك يتهافت حولها وفي قول ربنا جل جلاله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب وحفظا من كل شيطان مارد أن الله سبحانه يعطي هذه الأجسام اللطيفة الأجسام الشيطانية قدرة يصلون بها إلى السماء فلديهم طاقات ليست للبشر من ذوي الإجسام الكثيفة ومن طاقاتهم أنهم يتحركون بين الأماكن البعيدة في الزمن اليسير ولذلك مر معنا في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ونحن مع شربان الإنسان إذا أردنا الانتقال من مكان إلى مكان فلا يكون ذلك إلا باستعمال وسائل واستغراق أوقات إلا ما كان على سبيل الإعجاز كالذي وقع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعرج ونستفيد من الآيات أيضا أن الشياطين مطرودون مبعدون عن السماء وأن عذابهم أبدي سرمدي لا ينقطع وأنهم مكلفون مكلفون ودليل تكليفهم أنهم يعذبون حال العصيان وفي قوله سبحانه فأتبعه شهاب ثاقب نستفيد أن الشياطين أجسام لأنه لا يخرق ولا يخرق إلا ما كان جسما فالشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر ولذلك في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم مثل الروح فإنها شيء لطيف ولذلك لا ندرك كنها فالشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة إخوتي أخواتي نقف عند هذا الحد مع فاصل يسير ونرجع بعده لاستقبال الأسئلة فكونوا معنا نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وغيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي عيسى محمد يقول هل يجوز وضع الميت على ظهره أو بطنه في القبر يا عيسى السنة وضع الميت على شقه الأيمن مستقبلين بوجهه القبلة الشريفة هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فليس مشروعا وضعه على ظهره وأشد من ذلك وضعه على بطنه لأن البطن منهي عن النوم عليها حال الحياة نبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنها ضجعة أهل النار بل المطلوب وضعه على شقه الأيمن مستقبلين به القبلة الشيخ التجاني يقول هيا يقع الطلاق من السكران نعم عند جمهور العلماء طلاق السكران واقع لأنه أذهب عقله بفعل نفسه فيتحمل ما ينتج عن ذلك فلو أنه قذف لو أنه رمى إنسانا فبالفاحشة أو نفى نسبه فإنه يحد ولو أنه أتلف شيئا من متلكات الغير فإنه يضمنها وقس على ذلك أيضا لو أنه طلق فإن طلاقه واقع ما تفسير قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هذا السؤال من إياد أو إياد نعم القط هو النصيب والحظ قطنا نصيبنا وحظنا ومنه قوله الشاعر في مدح النعمان بن المنذر وفينا ملك النعمان يعطي القطوط ويأفقه يعطي القطوط أي الجوائز يعني أصل القط في لغة العرب الكتاب الذي فيه جائزة الملك فهؤلاء يعني من باب السخرية لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهم بعذاب الله يوم القيامة قولوا يقولون الآن ليه يوم القيامة الآن ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مثل ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب ألم عبد موسى ما حكما لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام هذا هو مذهب الحنفية استدلالا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة وهو مذهب المالكية أيضا في الصلاة الجهرية كالمغرب على العشاء والصبح استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فهو مذاهب يعني متبوعة ولها أدلتها والمسألة من مسائل الخلاف التي فيها احتمال عبد الله محمد ما حكم التعامل مع من يسب الدين سب الدين كفر وينبغي لنا أن نأمر من وقع في ذلك بأن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يجدد إسلامه وأن ننكر عليه ذلك وأن نسجره زجرا بليغا نعم طاها يقول في قضاء ركعة العشاء الأولى بعد عدم إكراهها إدراكها مع الإمام هل آتي بها سرا بالفاتحة فقط أم جهرا بالفاتحة وسورة أيضا هذه من مسائل الخلاف والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المسبوق متم وليس قاضيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهناك رواية فاقضوا لكن رواية فأتموا أرجح لأن رواتها أكثر ثم إن القضاء في القرآن يطلق بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا كله بمعنى الإتمام فلذلك الإنسان الذي فاتته ركعة من صلاة العشاء يعتبر نفسه قد أدرك الأولى والثانية والثالثة بعد سلام الإمام يقوم يأتي بالرابعة بالفاتحة سراء فارس علي يقول هل الثأر ممن ظلمني يجوز في الإسلام نعم الله جل جلاله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكن فارس يقول كمن أمنته على مال أو غيره وخانني وتصرف بذلك المال لا ما يجوز لك أن تخونه لأن الخطأ ما يعالج بمثله فإن الله تعالى لا يمحو الخبيث بالخبيث ولكن يمحو الخبيث بالطيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك لكن تتبع الوسائل المشروعة لاستخلاص ذلك المال منه ونختم بسؤال عمر أحمد هل صرف العبادات لله وحده معلوم من الدين بالضرورة وما هي القاعدة التي بني عليها وضع شرط إقامة الحجة لمن وقع في الشرك الأكبر كصرف العبادات الظاهرة لغير الله وقد قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إقامة الحجة يا أخي ودلتها من القرآن كثيرة كقول ربنا جل جلال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكقوله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وغير ذلك من الآيات لذلك يوم القيامة يسأل أهل النار ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ونحو ذلك فالجهل أحيانا يغلب على ناس منتسبين للإسلام يعني قد يكون الإنسان مسلم وهو محب لله ورسوله لكن يقع في ضروب من الشرك وهو لا يدري أنها شرك فمثل هذا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة وأن تفسط له الأدلة وتبان له المحجة ثم بعد ذلك إن أصر على ما هو فيه فإنه تجري عليه الأحكام ولذلك حتى المرتد يا أخي المرتد نفسه ما يقتل إلا بعد أن تقام عليه الحجة فإقامة الحجة لا بد منها إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد ويتجدد اللقاء إن شاء الله عشية الغد أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه والحمد لله في البدء والختام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان ترجمة نانسي قنقر